والله الرحمن الرحيم اهلا بكم بقناة تفسير احلام والركية الشرعية. النهاردة هنتكلم عن تسع رموز لو شفناهم في المنام فنبشر بكدوم سعيدة. اول رمز معنا هو لما شوف الشخص انه لقى حزاء جديد او اشترى حزاء جديد وشاف ان هو مريح لي. رؤية الحزاء الجديد المريح من الرموز اللي بتدل على الاستقرار. من الرموز اللي بتدل على النجاح على التفوق على وصول الرأي لسلطة او لنفوذ على غناء على رفاهية. كمان من الرموز اللي بتدل على تغيير في احوال الرائي. برضو من الرموز اللي ممكن تدل على السفر. كمان اه الحزاء المريح برضو من الرموز اللي بتدل على راحة. اه يمكن بعد اه تعب. كمان من الرموز اللي بتدل على قضاء دين او اه خروج الشخص من اه مشكلة او من اه ازمة. الرمز التاني هو رؤية جمع الرمل. اه جمع الرمل وبالاخص لما يشوف الرأي انه بيجمع رمل من على الشاطق. فدي من الرموز اللي بتدل على الامان وعلى راحة وعلى هدوء. كمان جمع الرمل من الرموز اللي بتدل على زوال هم او آآ غم. آآ كمان جمع الرمل من الرموز اللي بتدل على جمع اموال. آآ كمان جمع الرمل الناعم آآ برضو من الرموز اللي بتدل على صحة وعلى آآ نعم وعلى آآ اموال. آآ كمان الرمل المبلل في المنام من الرموز برضو اللي بدل على الزواج وكمان من الرموز برضو اللي ممكن تدل على امتلاك الرائي لشيء سمين سواء كان شراء منزل او حصوله على شيء سمين الرؤية التالتة وهي رؤية الدموع البردة اما يشوف الشخص انه بيبكي ويحس ان الدموع اللي نزل منه بردة فدي برضو من الرموز اللي بدل على الفرج وعلى خلاص من الهموم كمان من الرموز المبشرة بالسعادة كمان الدحك وبعد كده البكاء برضو من الرموز اللي بدل على خلاص من هموم وخلاص من مشاكل او من حزن كمان الدموع لما يشوف الشخص انه بيبكي او خروج الدموع من العين اليمنى فمن الرموز المبشرة بزواج حد من ابنائه سواء كان ولد او كان بنت كمان الدموع اللي لما يشوف الشخص انه هنا فيها دموع فبشرة برزق ورزق كبير هيحصل عليه او هيكسبه يمكن بعد تعب او بعد اتهات الرؤية اللي بعد كده او الرؤية الرابعة معانا انهاردة هي رؤية السباحة في بحر هادي لما يشوف الشخص انه بيزبح في بحر هادي وكمان يشوف انه خلاص وصل للجهة اللي هو عايزها فمن الرموز اولا السباحة في بحر من الرموز اللي بتدل على الاستقرار النفسي كمان على راحة البال كمان من الرموز برضو اللي بتدل على سعادة وعلى زوال لمشاكل او زوال لهموم كمان لما يشوف انه خلاص انه وصل للجهة اللي هو بيتمناها فبرضو من الرموز المبشرة ليه بوصوله ليه هدف او ليه تموح او ليه تحقيقه الامنية كان تايما بيسح انه هو يوصل لها كمان لما يشوف انه بيسبح مع شخص هو عرفه في المنام فممكن الرؤية دي دل على شراكة ما بينهم او عمل مشترك ما بينهم في القريب الرمز اللي بعد كده هو لما يشوف الشخص انه فيه تغيير في شكله لما يشوف انه فيه تغيير سواء تغيير في شكله انه بقى مثلا لونه افتح او شكله بقى افضل كمان فيه شكل جسمه انه بقى اقوى مثلا كل دي من الرموز المبشرة بتغيير في حال الرأي والتغيير ده هيكون ليه الافضل فمن الرموز المبشرة ليه بفرحة يمكن بعد اهم او بعد حزن كمان لما يشوف الشخص الزيادة في وزنه رؤية الزيادة في الوزنة حيان بتدل على تحقيقه لنجاحات في حياته كمان ممكن تدل على زيادة في عدد افراد اسريته لو كان متزوج فممكن تدل على تكون بشارة ليه بمولود جديد كمان لما يشوف انه شكله بقى افضل ويجسمه بقى اقوى فبرضو من الرموز اللي بتدل برضو على الشفاء لو كان هو بيعاني من ازمة صحية الرؤية اللي بعد كده والرمز اللي بعد كده وهي رؤية الاماكن الخضرة لما يشوف الشخص انه جالس في اماكن خضرة في المنام فبرضو من الرموز اولا اللي بتدل على تحقيق حلمه وكان بيتمناه من فترة طويلة كمان من الرموز المبشرة برزق وبخير قادم ليه خلال فترة قريبة كمان من الرموز اللي بتدل على الغينة يمكن بعد الفكر كمان للرجل بشارة ليه بالزواج من فتاة بكر كمان الاماكن الخضرة او ان يشوف الشخص انه داخل اماكن خضرة فبرضو من الرموز اللي بتدل على زوال للغموم وعلى بشارة للشخص براحة كمان بقدوم اموال بقدوم وصلا ما يشوف ان هو قاعد في ارض خضرة معروفة بصاحبها مين فممكن دل على حصوله على مراس حصوله على اموال كتير بقدر مساحة الارض كمان من الرموز اللي بتدل على وظيفة جديدة ممكن يحصل عليها وكمان حصوله على رزق كان بيتمنى انه يحصل عليه الرموز اللي بعد كده او الرؤية السبعة معانا النهاردة وهي رؤية اعطاء الشوكولاتة او اهداء الشوكولاتة اما نشوف حط بيهدينا بشوكولاتة او بيدينا شوكولاتة في المنام برضو من الرموز المبشرة اللي بتدل على المحبة وعلى الود بين الشخص وبين الشخص اللي اداله الشوكولاتة اي كمان رؤية الهداء الشوكولاتة برضو من الرموز اللي بتدل على فرج يمكن بعد ديئة كمان من الرموز اللي بتدل على فرحة وعلى سعادة وعلى زوال احزان للشخص وبتكون كمان بشارة بتعيير في احواله للافضل وللاحسن كمان اهداء الشوكولاتة للشاب الاعزب بشارة ليه بنجاحه في عمله وحصوله على منصب او على مكانه كمان اهداء الشوكولاتة من الرموز المبشرة بالزواج كمان من الرموز اللي بتدل على حصول الشخص على رزق والرزق ده هيحصل عليه بدون تعب كمان من الرموز اللي بتدل على حدث او خبر سعيد هيفرح به الرأي كمان اهداء الشوكولاتة من شخص احنا عارفينه فيه بينا مثلا مشاكل او فيه بينا خصام وشفت انه هو بيهديني بيه شوكولاتة فبشارة بزوال المشاكل اللي بينكه وكمان بشارة بمحبة وود هيكون ما بينهم الرؤية اللي بعد كده او الرمز اللي بعد كده هي رؤية السلام او رؤية المصفحة في المنام لما يشوف الشخص انه بيصافح رجل دين او رجل معروف عنه اللي تدين في الواقع فدي من الرموز اللي بتدل على صلاح الشخص كمان لما يشوف الشخص انه بيصافح او بيسلم على عدو لي فده انتهاء الخصومة ما بينهم كمان المصفحة شخص مجهول في المنام ده كدوم خير للشخص كمان السلام على شيخ بشارة بالزواج في الواقع كمان لما يشوف الشخص انه بيصافح حد من زميله او من اصدقائه في العمل فدي برضو من الرموز اللي بتدل على نجاحه في عمله كمان على قدوم خير السلام بالايد اللي اليمنى في المنام بشارة بقدوم اخبار صارة للرأي وكمان انه هينال خير كمان المصفحة برضو من الرموز اللي بتدل على صلاح حال الشخص خصوصا لما يشوف انه بيصافح دعاية مشهور او شيخ مشهور فبردو بشارة بالالتزام بالتعاط كمان من الرموز اللي بتدل على صلاح حاله بشكل عام كمان من الرموز المبشرة برضو بقدوم رزق الرمز التاسع معنا نهاردة هو رؤية شرب الدواء شرب الدواء في المنام خصوصا الدواء اللي لي رقيحة عدرية او لي طعم حلو من الرموز المبشرة بتجاوز ازمات بتجاوز متاعب او محن كان بيمر بيها الشخص كمان الدواء اللي طعمه حلو وليه ريحة طيبة فمن الرموز المبشرة بيه الزواج للفتاة العسباء كمان من الرموز المبشرة بقدوم مال وقدوم صروة للشخص الفقير او الشخص اللي عنده ازمة مالية كمان من الرموز اللي بتدل على نهاية متاعب للرأي ونهاية حزن ده كده باختصار اهم تسع رموز لو شفناهم في المنام فنبشر بقدوم سعيدة بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم لو في اي سؤال او استفسار اكتبوا لي تحت وانا ان شاء الله هرد عليكم بشكركم جدا وشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامة